نهارده إن شاء الله هنقش معاكم فقرة اجتماعية في النص التاني من الحلقة بإذن الله الفقرة بخصوص الزواج التاني للأم يعني لما الأم المنفصلة المطلقة يعني لما تقرر إن هي تبدأ حياة جديدة وتتجوز زيجة تانية أو جواز تانية بعد فشل التجربة الأولى اللي كان فيها أطفال الفكرة هنا الأم بتبقى فيه موقف صعب أو فيه خيار صعب لو الأمور طبيعية جدا مع الطليق أو مع أهله أو 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 حتى لو كان الزوج متوفى والأطفال عايشين معها والأمور مع أهل زوجها المتوفى كويسة فستخلاص بتاخد القرار إن هي بتتجوز والأمور بتبقى بتمشي بشكل لطيف جدا إلا فيه جزئية واحدة جزئية إن هي زي تفاتح ولادها ولاد أو بنات لو كانوا كبروا شوية وبدأوا يعني يستوعبوا الأمور حواليهم أو دخلوا في سن المراهقة مثلا بتبقى الأم عندها صعوبة شوية إن هي تفاتح ولادها في فكرة إن هي هتتجوز تاني وإن هيبقى فيه بيت جديد هيبقى فيه أب جديد أو رجل آخر في حياتهم غير الأب اللي كانوا متعودين عليه واللي غاب إما للطلاق أو للوفاء أو لأي شيء آخر والموقف ده بيبقى صعب على سيدات كتير جدا جدا ما بيعرفوش يتعاملوا مع الموضوع الزي السبب في إن إحنا نفتح القصة دي مع حضراتكم أو نتكلم في هذا الأمر مع حضراتكم فيديو أنا واحد من الناس شفته أكيد كتير من حضراتكم شفتهه طفل يعني سن عشر اتناشر سنة تقريبا يعني زوجت أمه بفستان فرح عروصة وزي ما حركم شايفين كيف الفيديو بتعمله بفجأة وقف من ديها ظهره وهي طلعت دي البلكونة وهي بفستان الفرح زي ما حضراتكم شايفين الولد طبعا في وضع حالة من الفرحة سعادة مبسوط إن هو يشوف أمه بفستان الفرح وبشكل عمره في حياته لكان هيشوف أمه بي ولا يتخيل شكل أمه وهي بفستان الفرح كده اللطيف في الموضوع هو ما شاء الله ربنا يا رب يسعدها ويبارك في الولد إزاي الأم دي قدرت إن هي تهيئ ابنها إن هو يتقبل هذا الموضوع ببساطة وبلطف وإن هو لا يشعر بضيق أو ما يحسش إن هو مقبل على تجربة إنسانية صعبة أو يحس إن أمه اتخذت منه دي جزئية الحقيقة إنسانية ومعادلة إنسانية ونفسية حساسة ودقيقة جدا قد يكون فيه أمهات كتير بيسمعونا بيفكروا ياخدوا التجربة دي أو بيترددوا في أخذ القرار عشان ولادهم يا ترى هيفتهم في الموضوع إزاي هالأمور هتمشي إزاي الولاد أو البنات ولادهم يعني هيستوعبوا القصة دي إزاي فممكن تقفل البادة خالص ويعاد بيها العمر والقصة تتنسي ولكن إحنا النهاردة هنفتح هذا الموضوع مع ضيوف متخصصين وضيفين كارمين دكتور رحاب الفئي استشارة الصحة النفسية ودكتور علي سالم أستاذ ألم النفس الاجتماعي بكلية الأداب جمعة حلوانة نفتح معهم الموضوع ونفتح معهم القصة ونشوف إن نصايح اللي بيوجهوها لأي أم قد تنوي الإقدام على هذه الخطوة اشتركوا في القناة